السلام عليكم. هنكمل اتكلمنا على جزء بتاع الـ liquid level process. هلسة في مسألة تنكات حقا ما طلعناش براها. بس خلينا عارفين في اول في الانترو خالص احنا قلنا ايه? هلازم نحدد السيستم اللي عاليا عشان نبدأ نشتغل. اول ما هنجل نقرأ السؤال كلاه بيقوللي انزا شوين كاسكت او زاتور ريكتور انترجوها فيرست اردر ريكتور. اول حاجة بيقول لي ريكتور. اتنى حاجة بيقول لي فيرست اردر ريكتور. احنا ملا اخدنا ريكتور ولا اخدنا فيرست اردر ريكتور. فهو هنا هو في الجزء دوت وهو بك المسائل اللي جاية هي دي مسائل اصلا لسه لها مطاليب قدام. لسه اصلا هنشتغل عليها قدام. بس هو هنا هو في الجزء دوت بيدربني عليها كأنها تنكات عادي. فعشان كده كنا بنقول اللي احنا لازم نحدد السيستم اللي هنشتغل عليه. فهنا حاليا هنشتغل على السيستم اللي هو تنكات. مش هنشتغل على ريكتور. فبالتالي اي جيفن ليها على وكبر ريكتور هتتجاهلها كأنها مش موجودة. الا بقى لما انا اشتغل على ريكتور فبالتالي هبدأ اللي هنشتغل على جيفن دي عتل الابتورس. المهم اللي هو بعد كده قداني حبة مطاليب. انا فعلا مش هحبة جيفن. انا مش هستعملها في حاجة. بعد كده في الاخر قال لي عايز لينير هيدروليك ريزيستنس. لما قال لي لينير هيدروليك ريزيستنس. انا عرفت كده ان انا لستشغل على التنكات عادي. فبالتالي بقى عندي ار وان وار تو. ار وان دي موجودة فين? قال لي عند كي وان. فانا بالتالي عندي ار وان موجودة هنا. عند كي وان هنا. دي ار وان اي. وقال لي انه عندي ار وان اي. عند المخرج اللي هو عند كي وان. قال لي هم يحتاج باقي الريزيستنس. بس قال لي في حالة اللامنر فلوة والتيربلان تفلوة. خلينا ينتفع على التفاج والاعثوات. اللامنر فلوة معناه اللي انا هعوض في الايكوشن العطوم من غير معمل اي 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 يعني ما اعملش になريش نهاية توبقى لينير. يعني اللامنر فلوة دايما لينير. انama الـ فبالتالي لما يجي على شغل المنر في له فانا مفهود لما رأيك انت باجي بعمل الـ بتساوي H على R او Q هات بتساوي H هات على R هانا هاي نفس الكم هامل نفس ما هو بس بالزبط هيبقى عنتي الـ Q بتساوي H على R بس هنا المبسط على الحل هنا بيقول بيلاقي مكتوب H1 مينس H2 على R طب ليه H1 مينس H2 تعالي لأنك نفتكة دي حيكون نقالينه هانا عايزين نعرف ده هيتحرك او الـ Q هتنتم من تحت من فوق لتحت ازاي هتنتم عبارة عن اللي اهنا عندنا فرق الـ اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن H1 مينس H2 طب لو ما نبص لو انا بتكلم على الـ Q اللي خارجة هنا Q اللي خارجة هنا هتتأثر بالـ الـ الـ ده بقى عبارة عنه عبارة عن H2 plus H3 اللي هو الحيت جزء ده كده بالتالي ده كده اللي انا عندي المنر في له نعمل لو عندي التربل انت في له فهنا هلجأ يعني هحط نفس الـ بالضبط ولكن هعمل أول لينيريزيشن باكده أعمل أجيب الـ ومن الاسلوب هقدر أجيب الـ فده يعني طريقتين للحل اللي أنا عندي لو لينير فلو او تربل انت في لو وبرضه لو هو في سؤال جاب لي كمة الـ قاقيمة فبالتالي كده أنا هشغل عطول كلام لينيريزيشن مش يحتاج لنا أعمل لينيريزيشن مهو لما بعمل لينيريزيشن لازم لنا أجيب واحد على R فهو أصلا جاب لي واحد أجيب لي الر بكام فأنا هعمل لينيريزيشن اللي أصلا فهو مدينة كميوتر R على طول فعوط أن الكيوب تسوي إتشار على الر على طول من غير مديني ده كده كان بالنسبة لسؤال ده كده سؤال رقم 4 كنا برضو عادينا ننكس على الحاجة هنا كميوتر R طلعت في أول R13O.5 في اللامنر فلو وطلعت في التربل انت فلو فبالتالي عرفنا وده حاجة احنا عرفنا ان التربل انت فلو الريزيستنس فيه تبقى أعلى من الريزيستنس تتلقى من نرفلو وإن شاء الله برضو في فيديوهين تاني وفيهم سؤال سؤالها 5 أو 6 تابع برضو التنكات بعد ذلك هندخل في البروزيس جيد إن شاء الله إن إذن الله السلام عليكم